بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس مادتنا المحببة والمعززة على نفسنا وهي مادة علم النفس والاجتماع المقررة على طلاب الصف الثالث السنوي القسم الأدب نهار دا إن شاء الله بنكمل في دراسة الوحدة الأخيرة من وحدات علم النفس وهي الخاصة بدراسة الشخصية الإنسانية وأسليم التوافق النفسي والاجتماعي كنا بدأنا الحصة اللي فاتت بأول موضوع عندنا اتكلمنا فيه عن مفهوم الشخصية ونظريات الشخصية وكنا عرفنا في الحصة السابقة إن الشخصية لها ثلاث تعريفات في علم النفس لهو فريق عرف الشخصية كمسير ومظاهر خارجية بتؤثر في الناس الفريق الثاني عرف الشخصية كاستجاب وطريق التوافق مع البيئة والفريق الثاني تعرف الشخصية كتنظيم داخلي بيجتمل على العديد من الجوانب الجسمية والنفسية كنا خدنا أهم نظريات الشخصية اللي هي نظرية الأنماط بتاعة هيبوكراط اللي صنف الناس لأربع أنماط اللي هم سوداوي وسفراوي وداموي وبلغني ونظرية التحليل النفسي بتاع فريد وغيره من العلماء اللي هم اتكلموا عن الدوافع اللاشعورية الخفية في شخصية الإنسان والصراعات والإحباطات كلمنا عن نظرية السلوكية اللي هم بيتبنوا اتجاه السلوكي في علم النفس وبركزوا على شخصية الإنسان من خلال سلوكياته الظاهرة ثم نظرية الإنسانية اللي هي كلمت عن طبيعة الإنسان التي تميزه عن غيره من الكائد نهاردة بناخد درس جديد بعنوان نمازج لبعض أنواع الشخصية درس هام جدا وفيه أسئلة مهمة في امتحان آخر السنة نمازج لبعض أنواع الشخصية هل الشخصية الإنسانية نوع ولا أنواع ده اللي إن شاء الله هنجيب عليه في حصة اليوم وكالعادة بنبدأ بنواتج التعلم المنتظر تحققها في نهاية هذه الحصة زي ما بنقول يتوقع منك عزيز الطالب في نهاية الحصة أن أنت تكون قادر على أنك تبين لنا المعايير المختلفة التي يعتمد عليها في وصف الشخصية الطبعية هناخد شخصية أسماء الشخصية الطبعية في نهاية الحصة المفروض تقل لنا إيه هي المعايير اللي بنعتمد عليها في وصف الشخصية دي برضو تكون قادر على أن أنت توضح لنا خصاص الشخصية الانطبعية ده نوع من أنواع الشخصية هنشوفه مع بعض إن شاء الله حانا اللي انت تبرهن على خصائص الشخصية الهستيرية تقول لنا إيه هي خصائص الشخصية الهستيرية اللي انت تكشف لنا عن خصائص الشخصية السايكوباتية هنشوف برضو حانا مع بعض يعني إيه كل شخصية من الشخصيات دي ثم تدلل على خصائص الشخصية الدونية إيه هي الخصائص اللي بتظهر في صاحب الشخصية الدونية ثم تستخلص خصائص الشخصية المبدعة في علم نفس يبقى النهاردة هنشوف نماذج من الشخصيات الطبيعية الانطوائية الهستيرية السايكوباتية الدونية الابداعية تعالوا مع بعض نبدأ درسنا اليوم وتفاصيل المقررة علينا هنبدأ بأول شخصية من الشخصيات اللي تكلم عنها علماء النفس وهي بعنوان الشخصية الطبيعية يعني ايه شخصية طبيعية؟ برضو اختلف علماء النفس في المحك يعني المعيار اللي احنا بنحكم به على الشخصية الطبيعية يعني إزاي يحكم على إنسان أنه صاحب شخصية طبيعية هناك عدد من المحكات اللي اتفأ عليها العلماء في وصفهم للشخصية الطبيعية فمن العلماء من يرى أن الشخصية الطبيعية معناها فرض بتظهر خصائي الشخصي يضعه بصورة متكملة ومتوزنة تساعده على تحقيق أهدافه تاني كده يا أستاذ بعض علماء النفس بيقولوا الشخصية الطبيعية إنسان بتظهر خصائص شخصيته بصورة متكملة ومتوزنة يعني عنده خصائص بتاعته ما فيه جانب بيغلب على جانب يعني لا تقدر تقول عليه أنه هو إنسان انبساطي تماما ولا تقول عليه إنسان انطوائي تماما لا فيه من ده وده يعني أحيانا تلاقيه انبساطه يخرجه وزي الفل وأحيانا تلاقيه عايز يعد لوحده حاجة طبيعية لا تقدر تقول عليه فائق الزكاء عبقاري مبدع لا ولا تقول عليه إنسان غابي يفهمه على قد لا هو إنسان طبيعي زي وزي كده لا تقدر تقول عليه إنسان عصبي سريع لانفعال لا قال لي شيء ولا تقول عليه إنسان بارد ما بيحسش ما بيتحركش لا فيه من دوم ده فهمت يا فندم يعني إيه بقى خصاص متكملة متوزنة بتساعده على تحقيق أهدفه الحياة يعني عايش حياة طبيعية بعض علماء النفس يروا أن الشخص الطبيعي هو إنسان يتمتع بالصحة النفسية والعقلية يعني إنسان سوي وبالتالي هو شخص لا يخلوه من الطرابات النفسية دي نقيد دي إنسان سوي يعني إنسان صحيح نفسيا عقليا أما الطرابات نفسية يعني بيكلم نفسه بيشوف حاجات بتمشى على الحيط بيهلوس بيستجيب للأشياء بطريقة مرضية عنده خجل زائد لا كده يبقى مش طبيعي يبقى لما لأي الشخص إنسان صحيح نفسيا وعقليا زائد زائد كده ربنا يمتع الجميع بالصحة ولا يوجد به اضطرابات نفسية لذلك إحنا لما بيلاقي واحد بيعمل حاجات غريبة بيكلم نفسه بيترجم كل حاجة حواليه غلط يقوله على فكرة أنت إنسان مش طبيعي ده حتى الإنسان العادي في الشارع اللي مدرس علم النفس وقال لك كده لكن لما لا إنسان مركز صحيح عقليا نفسيا أقول عليه ده إنسان طبيعي يبقى ده محق آخر في وصف الشخصية الطبيعية اللي هو الصحة والمرض النفسي محق التالت والأخير أن بعض علماء النفس بيقوله على الإنسان الطبيعي هو شخص يتمتع برزانة العقل والسباتي الانفعالي وهو شخص سعيد يتمتع بالنشاط ويستطيع استثمار إمكاناته وتحقيق التوافق مع البيئة ولا هو في حرب مع نفسه ولا في حرب مع غيره واحدة واحدة بقى كده يبقى بعض علماء النفس بيصف الإنسان الطبيعي إنه إنسان عنده رزانة عقل عرف أنت الست المطربة كده لما تقول يا ودي تقيل أهو ده يبقى هو إنسان كده عقله تقيل عقله رزين مش أي حاجة تحرك مشاعر مش أي حد يلعب بمشاعر إنسان عنده ثبات فعالي يبقى هو إنسان عقله رزين وعنده ثبات فعال وبالتالي هو إنسان سعيد تقول لي يعني أنا أستاذ مثلا لو في بعض الأحيان كده لقدر الله بقيت مدايق ولا محبط ولا مكتاب مع ظروف الحياة العادية دي بقى أنا مش طبيعي أن نقول له لا طبعا مين قال كده فالسعادة المطلقة دي مش موجودة أبدا إنما هو إنسان سعيد يعني إنسان كده يغلب عليه السعادة تراه إنسان متفائل كده عنده أمل في الحياة تقعد معا كده ما تجبعش من أعدته يدخل عليك المرح سان مرح خفيف الظل يعني محبوب وبالتالي هو إنسان نشط بيقدر يستثمر إمكاناته يعني بيعرف استغل كدراته بالدرجة طبيعية ما نقول لك ما هو شعب قاري أوي يعني وله مبدع أوي لا سان طبيعي وبالتالي إنسان عايش حياة طبيعية يعني بيتوافق مع البيئة لهو في حرب مع نفسه دايما كاره نفسه ناقم على نفسه ويتمنى النفسه الأزئية ويدع على نفسه لا كده مش طبيع طبعا ولهو في حرب مع الناس كل يوم في مشكلات مع زميله ومع جيرانه في المواصلات في الشارع لا كده مش طبيع طبعا يبقى دي عدد من الأوصاف اللي أدخلوها علماء النفس في وصف الشخصية الطبعية إذن هناك من يرى إن هو إنسان خصاصه متوازنة متكامل وفي فريق ربطها بالصحة والمرض النفسي هو إنسان سليم نفسيا عقليا لا يعاني يعني يخلو يعني لا يعاني من قراط نفسي وفريق ثالث قال إن هو شخص يتمتع برزامة العقل والسبات الانفعالي والسعادة والنشاط ده باختصار عدد من الأوصاف اللي تبنوها علماء النفس في وصف الشخصية الطبعية فشوف نفسك إلى أي مدى تتمتع بهذه المواصفات وبالتالي تحكم على نفسك أنت طبيعي ولا مش طبيعي دعنا نشوف شخصية تانية كده وهي الشخصية الانطوائية يعني أعتقد مش محتاجة كامل فالانطواء هو العزلة زي ما أنت شايف الصورة ده الأخ اللي قاعد الوحدة ده بعيد عن الناس قاعد ما تعرفش بيفكر في إيه مدى من إيه كده فالشخصية الانطوائية يغلب عليها الخصائص الأتاية أول حاجة وأهم حاجة تميزهم أنهم بيحبوا العزلة والوحدة يعني بيتجنب التواصل الاجتماعي مع الآخرين تيلاقيه دايماً بيحب يقعد الوحدة في المدرسة قاعد الوحدة العيال بتتمطط بتعمل بتقصب بتخبط بتجري بتسيب الحصة هو يا ابني يا حبيبي يلا لأ 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 أنا مش هتحرك لما المسطر يخش الحصة في فرح قال لك لأ أنا ما بيحبش الاجتماع دي حتى لو راح فرح تيلاقي الناس كلها أعداد غني وترقص وهو على جنب كده وقاعد الوحد يبقى هو إنسان بيميل للعزلة ينطوي يعني ينعزل بيحب يعود لوحده ما بيحبش يخش فيه تواصل وتفاعل مع الآخرين إلا على قد الحال الصفة الثانية أنه تلاقيه دايماً يميل للتأمل بمفرده بما يشبه أحلام اليقظة سيلا قاعد ده كده يعني هو قاعد فيه موضوع شغله وبيفكر فيه تلاقيهم دايماً كده كسير التفكر تلاقيه دايماً قاعد وكأنه في أحلام يقظة أنت تشوفه دايماً سرحان هو فيه موضوع شغله ولو موضوع بسيط وهو بيتأمل ويفكر فيه بتعمق حساس المزاج سريع لانفعال يعني يا حساس المزاج يا أستاذ يعني أقل حاجة تقلب مزاجه يعني تيجي تتكلم معاه مثلاً بتمزح معاه ويقولك بعد أذنك أنا معاه ليش يا حبيبي ده أنا بهرج ويقولك لا أنا لا بهرج ولا بحب يحد يهرج بعيد أقل كلمة داي وإنت إزاي تقولك يا حبيبي أنا ما أقصدش ويقولك لا أنا مش هستنى لما تقصد فهو إنسان حساس المزاج أقل حاجة تخليها مفاعل طعيب قليل الاهتمام بالجوانب المادية ويغلب عليه الطابع أو الجانب المثالي يعني الاهتمام بالماديات بتاع الحياة ما بتشغلهش كتير يعني ممكن يخرج أسبوع للمدرسة بدون ما يطالب حد المصول عادي بتريحنا جداً ولا عايز مصروف ولا عايز فلوس ولا يجي مثلاً مناسبات أعينة تجيب له لبس جديد زي الفل ما تجيب لهوش عادي جداً ممكن تجيب له ما يلبس يا حبيبي يلبس زي زي ما لك حاضرة أنا شوية كده ولا هيفر ولا يلبس يبقى الجوانب المادية دي ما بتشغلهمش أوه وتلاقيه يغلب عليه المثالي بتلاقيه منضبط في وقته مش بتاع مشاكل ما بيجذبش في حاله يبقى هو لا يهتم كسيراً بالنواح المادية في حين يغلب عليه الطابع المثالي ده بالنسبة لأهم مواصفات الشخصية اللي طويلة يبقى أهم ما يميزها إنها بتحب العزلة بتحب تقعد لوحدها بتحب تخش فين أشمع أحد ما بتهتمش كتير بالجوانب المادية في الحياة مثل المظهر واللبس والفلوس والحاجات دي مش شغلها هاوي سنمثالي إلى حد ما في حياتهم تعال نشوف شخصية تالتة من الشخصيات اللي عندنا وهي الشخصية الهيستيرية بالمناسبة يا أولاد الهيستيرية لا تعني أبداً إن واحد يضحك قوي أو واحد يبكي بصوت عالي احنا عندنا لإن واحد مثلاً بيدحك كده بطريقة عجيبة إذا جات لها حالة هيستيرية سنت كده جات لها حالة فزع وعملها تصرخ وصوتها ارتفع وتبكي بشكل وإذا جات لها حالة هيستيرية لا يفن مش كده الهيستيرية أبداً علمياً الهيستيرية دي نوع من أنواع المرض النفسي بيستموه تحول لاستجابة بمعنى إن الهيستيرية دي أن انت فيه استجابة عايز تعملها ما تقدرش فتاخد صورة تانية من الحاجات العجيبة مثلاً الهيستيرية يا أولاد بيحاجات إسرائيلية كده زي فقدان البصر الهيستيري موقف صعب كده مر بإنسان يتمنى لو كان أعمى وما شفوهش يعمى يا مصر متخوفناش ده بيسموه عامى نفسي مش عامى عضوي واحد مثلاً مر بخبرة كده يتمنى لو ما يفتكرهاش يفقد الزاكرة ويتعالج ويروح لدكاترة وممكن كمان يصعب إن هم يرجعون الزاكرة الليل إن ده حاجة نفسية المشي أثناء النوم من الحاجات العراض الخطيرة جداً الهيستيرية يعني مثلاً واحد عايز يعمل حاجة وهو مستيكز ما يقدرش استجابه فيوم هو نايم يمشي ويعملها فقدان الشهية العصب بمرض خطير وشهير واحد يفقد الشهية تقول لي تمنى ممكن لا ده ده ممكن يعود أيام وأسابيع وممكن يدخل المستشفى ويحتاج علاج ويعلى أقوله محليه ممكن يموت دي كلها أعراض للهيستيرية إذن الشخصية الهيستيرية دي هي شخصية هي أقرب للمرض النفسي منها للسواء والاعتدال ولذلك لما تيجي تتكلم عن نظم الخصاص اللي أشوفها في الشخصية الهيستيرية دلوقت هي خصاص أقرب إنها خصاص غير طبيعية أبدا فالشخصية الهيستيرية أولا عندها حب شديد للذات والاهتمام بالنفس تقول لي ما كلنا يا أستاذ بنحب نفسنا آه عادي فطرة لكن دون عندهم حب وأنانية مبالغ فيها يعني عرف أنت لقولك يا الله نفسي أنا والطفال من بعد يبقى أهم حاجة في حياته نفسه وعنده اهتمام بنفسه اهتمام مبالغ فيه يعني لو الصباح الصغير كده حاكة أقولك أنا عندي مشكلة لازم أروحها للدكاترة وعملتها يا حبيبي يقولك لا أنا مش هستنى لما موت لو جلس ضع كده لك أنا شكل كده داخل على جلطة يا حبيبي يقول لكم مكده يبقى عندهم حب شديد للنفس واهتمام مبالغ بالنفس حب الظهور ومحاولة جذب الانتباه يحب يظهر وشد انتباه الناس وفي الغالب وللأسف للأسف بيبقى ده بحاجات صبيانية يعني سيئة يعني مثلا يحب يلفت نظر زميله في الفصل بانه هو يدايق المدرس يخرب على الزميله الحصة يحب يلفت نظر مثلا البلاد بانه يمسك سجارة ويقعد بقى يشد كده كأنه يعني البتة هتموت لأول نتشوفه مسك السجارة يعني كأنه نجمسين مين يبقى هما بيحبوا يظهر بيحبوا يشدوا انتباه الناس ليهم حتى ولو بأعمال يعني غريبة دي طبيعة في الشخصية الهسرائية التواكل على الآخرين يعني يعني شخصية كسولة اعتمادوا على النفس ده أوليل جدا دايما عائز كل حال يعملها له الناس لو قاعد جانب الباب ولكن الناس يفتح الباب تقوله منطقرة ويقولك يا عمي ما علاش انت مش هتتشل يعني لو فتعت الباب تقولك يا عمي ما انت مش هتتشل لو تحركت يعني انت الباب هو كده يبقى قاعد قدامه العشك تعطر النبي الديني رغيف له طب ما تاخد يعني كده يبقى هما عندهم كسل المبالغ فيه تواجل يعني اعتماد على الآخرين عندهم قابلية للإحاء والتأثر بالآخرين يعني يهي القابلية للإحاء يعني أقل حاجة تخدعه يعني تقدر تقنعه بأي حاجة يعني لو قلت له البيت دي بتحبك يقولك اه انت عرفت ازاي لابا انا من نظراتها هجدعم ممكن يروح يقول لها انت بتحبيني فعلا يعمل مصيبة يقرأ اي خبر عن انت يصدقه بلا تعقل يأذن هو عنده قابلية للإحاء يعني ممكن يدهك عليه ويصدق اي حاجة عندهم مبالغة وكذب وتمسيل يبالغ في تقديم المواكف يعني لو واحد مثلا انسان هسيري في البيت واخوه بيهرج معا كده وخبطه على ايله كده يأه ويمسك بقى ادراعه ويعمل شاء لبازات في البيت ويوهم البيت انه قصر ومحتاج اشاعه والدنيا تخرج هم كده مبالغة حب الكذب كذب من شخصيته من هو يعني الصدق ده لا يعرف له طريق ويمثل يعني يحب التمثيل جدا يعني يبقى عامل الحاجة في المكان ويمثل ولا كأنه يعرف عنها هاجة يمثل انه بيحبك يمثل انه بيكرهك يمثل انه زعلان يمثل انه مصوت يعني ينفع يبقى ممثل كبير ثم انفعلتهم طفولية وسطحية ومتقلب انفعلته عاملة زي الاطفال حد جدا انحب حاجة يحبها اوي وانكرها يكرهها جدا يعني انسان سطحي اقل حاجة تحرك مشاعره ويتقلق من الحالة الحالة بدون سبب يعني يبقى قاعد معاك زي الفل يدو بيخرج ويرجع يعملك يعمل سيبني في هيني وليك شتاعد طب انا زعلتك مش لازم اقول يعني يتقلب يبقى ينقلب من الحزن فجأة تبص لقاك يهرج معاك من شوية على هم كده اذا انتي اهم مواصفات الشخصية لهذه السرية انهم بيحب نفسهم جدا وعندهم مهتمام مبالغ بالنفس بيحبوا يظهروا ويشدوا انتباه الناس ليهم باي حاجة بيتواكل على الاخرين انسان مش ناشط كسهول عنده قابلية للإحاء والتأثر يعني سهل جدا تتحك عليه وتوهمه باي حاجة بيبلغوا في تقديل الأشياء وكذبين ويمثلوا انفعلتهم زي الأطفال الصغيرة اي حاجة تدحكوا اي حاجة تزعلوا ويتقلب من حالة الحالة بدون سبب دي اهم مواصفات الشخصية الهستيرية شخصية ربعة وهي الشخصية السايكوباتية دي تقدر تقول عليها الشخصية الإجرامية وبينتوها مصطلح كمان كده بيسموها المضادة للمجتمع اكتب عنتك كده في ملاحظاتك بيقولوا عليها الشخصية السايكوباتية اي المضادة للمجتمع اي ما كلمك بقى عن إجرام وانحرافات وتدمير وتخريب وإرهاب وتنمر وعنف على طول ارمي كل ده على الشخصية السايكوباتية بذلك الشخصية السايكوباتية هي شخصية انحرافية إجرامية او الحالة من وصفتها ظهور اضطراب السلوك في سن مباكر يعني من سن صغير تلاقيه ما شاء الله بيحلب بالطلق في الشارع في المدرسة في قولة تانية ابتدائي تلاقيه بيكسر إزازة بيبس على سبيله في الشارع هو عنده عشر اتنشر سنة تلاقيه علبة السجائر في جيبه عنده عشر سنين ثمان سنين تقول له لا يا حبيبي ده انت ليك مستقبل بس للأسف مستقبل في الإجرامة هدي شخصية السايكوباتية يبقى بتظهر عليهم اضطرابات السلوك من سن صغير للأسف هذا الاضطراب بيبقى موزي ومضاد المجتمع يعتدى على زميله ياخد حاجاتهم يقصر الدسكات اللي المدرسة بتوفرها بشكل أنفس يباوز الكهرباء يتلف الحصة يقبص زميله يعواب يخب حاجة زميله يسرق الحاجة هو كده يبقى هو شخصية موزية للآخرين والمجتمع عشان كده بيسموها الشخصية المضادة للمجتمع اندفعتهم خارجة عن السيطرة يعني الناس دي ربنا يكفيك شرها ربنا يا رب يهدي كل عاصي ويهدي كله من حرف ويلهمنا جميعا السواء والاعتدال والأخلاق الحسن حاجة جميلة إنسان يبقى صاحب خلق بإنسان متسامح ويبقى سهل ولين ولما تنصحه يتنصح ولما تقوله يرجع يرجع ولما تقوله انت غلطان يقولك حقك علي ده بقى مش كده ده بقى اندفاعاته خارجة عن السيطرة لو ده خلق قدر الله خناءة كده يعني متهور يعمل أي حاجة تنصحه ما يتنصح تقوله حقك علي ويقولك ولا حقك ولا مستحق تقوله تبعمل خاطب للجيرة ويقولك ولا خاطر ولا عشان طب هدى أعصابك ويقولك لا ده أنا هولع في الدنيا تولي يبقى اندفاعاتهم خارجة عن السيطرة عدم المطق العاطفي ونقص القدرة على الحكم على الأمور مش ناضغ عاطفيا يعني ما يعرفش الحلل من الحرام ما يعرفش الصح من الغل ما يعرفش ليفيد من لي دور مش ناضغ ما عندوش قدرة يحكم على الأشياء يفتر في رمضان عادي كل سنة الطيبين اللهم بلغنا جميع رمضان دخل علينا الصيام ده حالة جميلة عبادة من العبادات المفروضة علينا اللي بتقرب الإنسان لله وبتصف نفسه وتعلمه العطاء وتعلمه الاستكانة والتأمل هو ما ما عندوش قدرة عن يحكم على الأشياء دي مش في دماغه وبالتالي تلاقيهم عندهم دايما ميل للانحراف السلبي يعني تلاقي العيال دي عندها استعداد للسرقة للأتل للشرب المخدرات للتنمر للتلف للتخريب للتدمير دي مواصفات الشخصية السايكوباتية إذا هتلاحظ أن أهم مواصفات الشخصية السايكوباتية أنها كلها انحرافات مؤزية للنافس الأخرى هو إنسان مؤزي سنمتلف مدمر مخرب مجرم يغلب عليها الشخصية الخامسة هو أي الشخصية الدونية كلمة دون في اللغة تعني أقل بعض الشباب كده أقول لك ده الولد ده طلع دون يعني حاجة وحشة نقول له يا فد كلمة دون في اللغة معنى أدنى يعني أقل تبليه سموا الشخصية دي الشخصية الدونية هو أهم سب ده إن الشخصية دي عندها شعور بالنقص كمركب نفسي لا شعوري يعني هو مش عارف هي حاجة لا شعوري إنه دايما حاسس إنه من زي الناس أقل منهم أقل منهم في المستوى في العقل في أي حالة مع إنه ممكن يكون أحسن بس هو شعور بواكد حاجة لا شعورية هو ما درش تحكم فيه ومن هنا أطلق عليها الشخصية الدونية طب تعال نشوف أهم وصفات الشخصية الدونية كده هذا الشخص يعاني من عجز تام في القيام بالتزاماته وأنشطة حياته باللغة العامية كده مع أننا منحبش نستخدم مصطلحات دي شخص خيبان مش نافع معرفش يعمل أي حاجة يعني لو طلبت منه أي عمل في البيت معرفش واخد بالك ومش بيمثل هو معرفش فعله لو أديت فلوسي الشراء حاجة من صبر ماركت ولا من محل جنبكم ممكن يضيعها ويرجع وإردع لك أنا عميش إنت أديتني أنا مش عميش مش فاك إنت أقلت لي يعني العلد ممكن تجيب لنا جلطة في الحياة اللي هي لمجتل أسعار اللي ربنا يصلح الطجار كده ويساعده كده المسؤولين يعني رمضان داخل وفرصة كده الراجع نفسنا الناس اللي هي يعني بتحاول تكسب على حساب الناس لا يعني اللي عازم تهتم بدولتك ومصلحة الناس كده عشان ربنا يدخل على دجار دك المكسب الحلال فأتيجي تجدينه مثلا خمسين جنيه تجيب شوية حاجات من اللي يجيو لك راحت راحت يجيب لك جلطة على طول الخمسين جنيه النهار ده يعني مصير حياة يبقى هو عنده عجز في القيام بالتزاماته وأنشطة حياته يعني باللغة البسيطة كده ما عرفش يعمل حاجة ما تقضوش مشواره ما تطلبش منه أي مهمة ما يعرفش يعمل أي حاجة نفسه دايما العيال دي محتاجين عناية ورعاية من خصاص الشخصية الدونية إنه بيتاخذ درجة أدنى عند التعامل مع الغير أهي اللي أنا قلت لك عليها الصفة الأساسية دايما حاسس إنه أقل من الآخرين لما بيجي متعامل مع الناس كده حاسس إن أقل منهم مش بنفس زكائهم مش بنفس المستوى مش بنفس كذا فهو حاسس إنه أدنى وده الشعور زي ما قلت لك نفسي لا شعوري يقبل دائما بوضع الخضوع للإستسلام العيال دي يتنمر عليها يعني العيال دي بتبقى مدى فام وسهل جدا لممارسة الآخرين التنمر عليهم يعني ممكن هو يبقى في صفة أعلى وولد في صفة أل وبيضربه وبياخد حكته ويروح البيت يقول له ممطول واتخد الله تعال ورهون يا حبيب تروح ده يبلي اللي خد منك الشنطة يا ابن انت هتشلني يا ابن هتجاب لجلطة ايه يا مام يا حبيب ده أصغر منك بتامن سنين يا سنة هو كده يبقى إنسان خاضع ومستسلم خدوا بالكم فيه فرق بين التواضع وحسن الخلق وبين الخضوع للإستسلام يبقى انت دايما يبقى عندك ثقة في نفسك وتواجه الأزمات ولا تسمع للآخرين ويمارس التنمر عليك وأحيانا بيقتضي الأمر ان انت تدفع عن نفسك بالكلام الجيد بالسلوك الحميد ما تسكوتش ما تخليش حد يفرس شخصيته عليك ولا يتنمر عليك ولا يرعبك لا أبدا اوعى تستسلم خلي عندك شجاعة في مفقد بطرق أدابية قانونية صحية العيال دي بقى مش كده العيال دي دايما تقبل بالخطوة والإستسلام يقبل بالأدوار الهامشية في الحياة يعني ما يحبوش أدوار البطولة يهربوا منها امسك يا ابن انت رائد الفصل يقول لك لا لا مش بتاع الكلام دا امسك انت بقى هتلمي الفلوس من زميلك بتاع رهلها يا عم بعدنا عن الكلام دا إنما تدينوا بقى أدوارها مش اي برضو لعدة تبقى مادة خامل الأدوار اللي محدد بيقبلها يعني مثلا خارجين في رحلة رحت لنا الأكل يلا صوينا الأكل عن نار يلا امسل للاطباق يقبل الحاجات دي يعني ما لا يعترض ليه انه حاس انه مش بتاع حاجة أحسن من كده يفتكر أي يفتقد للشعود بالثقة والاستقلالية ما عنده الثقة في نفسه ما اقولتلك هو دايما حاسس انقلم الناس دايما حاسس ان مش نافع وبالتالي العيال دي أو الناس دي ما تقدرش تستقل لأن ما عندها الثقة في نفسها دايما بتحتاج رعاية وعناني إذن دي أهم خصاص الشخصية الدونية انه دايما بيحس انه هو أقل من الناس انه هو مستسلم خاضع انه هو ما بيحبش أدوار البطولة وهكذا آخر شخصية عندنا في حصة اليوم وهي الشخصية المبدعة زي كنتوا كده بل ازايكم زي أنا كده طبعا أنا أبمزح محاكم الشخصية المبدعة دي بيقى فيها مواصفات بتاع الناس العبكرة بتاع الناس المتميزين يبدع يعني يأتي بشيء جديد لم يعرفه أحد من قبله زي الناس اللي اكتشفوا اكتشافات علمية دي المبدعين واللي اخترع افطرعات مبدعين واللي بيقدر يحل المشكلات بطرق سهلة وسريعة وخلاقة جديدة مبدعين بتاعيش شوف أهم خصاص بقى الشخصية المبدعة كده شايف العبكار ده اللي دماغه ضربت من كتر الأفكار والحاجات أول حالة هو إنسان بيستخدم المنهج العلمي في التفكير ويبتعد عن التفكير الخرافي إنسان تفكيره علم يا شباب يعني دايما يعمل ملاحظات ويجمع معلومات ويقترح حلول للمشكلات ويختبر الحلول ده عشان يشوفها صحة ولا غضا مش كده وخلاص بعيد كل البعد عن التفكير الخرافي ما يصدقش أي حاجة تتقال مش أي خبر عن الت يتصدق ينقشك فيه ليه؟ لأنه هو تفكيره كده تفكيره علمي صعب يتدهك عليه عقله شغال وبالتالي يقدر يميز الخرافة من المنطق الواقع من الخيال ده شخص مبدأ هو إنسان ينتبه إلى أشياء لا ينتبه إليها الشخص العادي يعني شديد وسريع الملاحظة الناس دي بتاخد بالها من أي شيء يعني لما تتحكي القصة بتاعني يوتين كده وهو قعد تحت شجرة التفاح والتفاحة سقطت عليه فلأنه هو شديد الملاحظة بدأ ياخد باله من حاجات ما حد ياخد باله منها ممكن يدخل الشارع كده يلاقي واحد واقف على جنب كده عادنا لا وتكتشف بعد كده إن هو إنسان حرامي ولا إنسان إرهابي ولا ولا يبقى هو خد باله من حاجات مش أي حد ياخد باله منها هو إنسان يفكر في قضايا لا يفكر فيها الشخص العادي طريقة تفكيره خلاقة ومبتعة ويفكر في حاجات هام لها ضرورة يعني مثلا يدخل على النت عشان يشوف خبر مهم عشان يعمل بحث علمي عشان يكتسب معلومة عشان يبحث عن طريقة جديدة في المذاكرة عشان يشوف حل المشكلة مش داخل على النت للأغاني والأفلام والمسلسلات الحاجات دي طب فيه بس لها وقت مش كل حياتنا بأكده شباب مش كل ما أنا داخل على النت بس للحاجات دي هو بقى بيفكر يشتري مجلة عشان يطلع منها مغزة يشوف فيها مادة علمية يشوف فيها كذا يبقى هو بيفكر فيه أشياء لا يفكر فيها الشخص العادي حلوله للمشكلات تكون حديثة وغير تقليدية يعني لما يجي حل المشكلة أو تطلب منه أن يساعدك في حل المشكلة تلاقي الحل بتاعه حل مبدع يعني جديد لم يصل إليه أحد من قبره الحداثة تعني الجدة أو خلاك يعني حاجة جديدة تقول لك تفكير خلاك يعني خلق حاجة طبعا لله الخلق في خلق الإنسان أتكلم عنه الأشياء الدنيوية خلاك يعني أتى بشيء جديد ما هدش وصله أبا بذلك يقول عربنا سبحانه وتعالى هو الخالق ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء ما فيش حد يقدر يعمله غيره يعطي حلول عديدة ومتنوع المشكلات شخص المبدع عنده بدل الحل اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة يعني أنت مثلا تدور على حل المشكلة تتعب لحد بتلاقي حل هو عنده بدل الحل عشرة وخمسة عشر تقولوا ما شاء الله عليه يبرد أنا عشان أصل لله أنا عملته ده أنت ما شاء الله عندك بدل الحل حلول عديدة ليه؟ لأنه مبدع نسب الزكاءهم عالية جدا يعني كان دائما كده على مكياس ألف رد بني أول واحد عمل مكياس للزكاء كان يقولك لو نسب الزكاءك من تسعين لمية مش مية في المية تسعين دارة يعني هو مكياس معين كده من تسعين لمية يبقى أنت كده عادي متوسط الزكاء طبيعي طيب من مية لمية وعشرة يبقى أنت فوق المتوسط طيب من مية وعشرة لمية وعشرين دارة على المكياس يبقى أنت كده زكي جدا أو زكي بس من مية وعشرة لمية وعشرين إسان زكي طيب من مية وعشرين لمية واربعين زكي جدا طيب من مية واربعين دارة وطالع كان يقولك كده على المكياس أنت عبقاري يبقى تلاقي الناس دي درجة زكاة بتعدل 140 درجة على المقياص يبقى هتلاحظ ان دي مواصفات للانسان المبدع ان هو انسان تفكيره علمي مش خرافي ان هو بينتابه ويلاحظ اقل التفاصيل في الحياة ياخد باله من اقل الحاجة يفكر في اشياء محدش بيفكر فيها خالص الا هو حلول المشكلات بتبقى جديدة محدش وصلها قبليه عنده بدل الحل حلول عديدة نسبة زكاة هم عالية جدا يبقى احنا في حصة اليوم يا شباب كلمنا عن ست نمازج للشخصيات في علم الناس هل هناك نمازج اخرى اه فيه بس دي اهم هذه الشخصيات احنا تكلمنا النهاردة في الشخصيات الطبيعية الشخصية الانطوائية اللي هي بتحب العزلة والبعد عن الناس الهستيرية اللي هو بيحب نفسه ومتكاسل ومتقلب المزاج الشخصية السايكوباتية المضادة المجتمع اللي هو الشخصية الانحرافية الإجرامية المؤذية الشخصية الدونية اللي هي الشخصية اللي عندها شعور دايما بالنقص وانها أقل من الناس وانه إنسان مش قادر يعمل أي حاجة في حياته ثم الشخصية المدعاة التي تتميز بهذه المصفات الموجودة قدامك على الصفحة تعال نشوف بعض التطبيقات كده على الشخصيات دي السؤال الأول بيقول يقول عنها علماء النفس إنها شخصية تصر على الكذب والخداع لاستغلال الآخرين وتستخدم زكائها لغش الآخرين وتحقيق مكاسب شخصية وعدم الندم على إلحاق الضرر بالآخرين تشير الأفصاف السابقة لأحد نمزج الشخصية دي الشخصية الدونية ولا السايكوباتية ولا الانطوائية ولا الهسرية لو بدأت هنا كده تصر على الكذب والخداع هتقول ليهسرية هقول ليه غلط لازم تكمل المسير كامل وخصوصا نشوفها ينتهي بيه يبقى هنا تصر على الكذب وخداع واستغلال الآخرين وبتستخدم زكائها لغش الآخرين وتحقيق مكاسب شخصية هنا بقى في حد الأخيرة دي هتبقى تتضح أفتر وعدم الندم على إلحاق الضرر بالآخرين دي الشخصية اللي قدامنا بقى ها الشخصية السايكوباتية كل دي مواصفات للشخصية الانحرفية الكذب وخداع الناس وغش الناس لتحقيق مكاسب شخصية يسرقك يضحك عليك ما يهموش وما يندمش أبدا لما يلحط بك الضرر دي الشخصية السايكوباتية السؤال الثاني بيقول يقول عنها علماء النفس إنها شخصية نارجسية تحتاج لاهتمام والإطراء تطر يعني تسنع لي تقول له زي الفل ما شاء الله انت ما فيش منك اتنين ايه الجمال ده ايه المظهر ده ولديها شعور مبالغ فيه بأهميتها تبرهن الأوصاف السابقة على أحد نماذج الشخصية وهي الشخصية الدونية ولا السايكوباتية ولا الانطوائية والهستيرية نارجسية يعني معجب أوب نفسه بيحب نفسه خلاص هزن تعرفت الشخصية ايوة الهستيرية سؤال الثالث بيقول يقول عنها علماء النفس إنها شخصية تفتقد للكدر على اتخاذ أبسط القرارات ويتكل على الآخرين من أجل الدعم والنصيحة ويصاب بنوبات من القلق والهلع في حالة ابتعاد الناس عنه باعة تخد بالك عشان هنا فيه بعض المشتتات إن هي تفتقد كدر على اتخاذ أبسط القرارات يتكل هتقول للكدر مش دي زكرة في الشخصية الهستيرية آه مالسانة ما تكلمش هنا عن التواكل بمعنى الكسل لا هنا هو ما يعرفش يعمل حاجة هنا الجملة مغزاها يتكل على الآخرين من أجل الدعم ودكها ناصر وممكن اللي هو الهستيري بس هو كسول أما ده هو ما يعرفش يعتمد على نفسه ويقلق قوي لما الناس ابتعد عنه عايز يروح للمدرسة ابقى ممت معاه والله بابا عايز يروح ويقول لك لا ما مشيش لوحد دي الشخصية الدونية السؤال اللي بعده بيقول يقول عنها علماء النفس نها شخصية صامتة لا تتحدث إلا في الوقت المناسب وتفضل عدم الدخول في مناقشات إلا بعد أن تدرس الفكرة المراد مناقشتها وتتميز بالخاجر الدائم أظن ده سؤال سهل يا ويا شباب من الشخصية الصامتة اللي ما تحبش تتكلم إلا في الوقت المناسب ولا تحب تخش في مناقشات كل دي مواصفات الشخصية الطبعية ولا الانطوعية ولا السايكوباتية ولا الإبداعية ها أسمحكم أيوة لانطوعية السؤال اللي بعده يقول عنها علماء النفس إنها شخصية خلاقة وعنيدة ومغمرة وهو دائم التفكير ويجاهد ويثابر من أجل تحقيق أحلامه ولا يثنيه عن الوصول لأهداف أي عارق الأوصف السابقة دي بتلخص أحد نمزج الشخصية دي الطبعية ولا السايكوباتية ولا الانطوعية شخصية خلاقة تفاكر خلاقة يعني يعني يأتي بأشياء جديدة مغامر بيهد بالتفكير يسابر ويواصل لحد ما يحق أهلامه أحلامه طبعا دي الشخصية أيوة الإبداعية دي الشخصية الإبداعية السؤال اللي بعده بيقول يقول عنها علماء النفس إنها شخصية حنونة تتجنب جرح مشاعر الآخرين ويوازن بين تحقيق سعادته الشخصية وسعادة الآخرين تتميز بالموضوعية والعقلانية كل المواصفات دي تكشف عن الشخصية الطبعية ولا السايكوباتية ولا انطوعية ولا إبداعية أسمعكم الشخصية حنونة مش في حرب مع نفسها ولا مع الناس قلت إنسان مرح الناس بتحبه عقلاني دي كلها موصفات الشخصية الطبعية السؤال اللي بعده يقول صاحب الشخصية الإبداعية له قدرة خاصة ومتميزة لمواجهة الموقف البيئي أو الفني السؤال ده جاهز السنوية العامة السنة الفاتحة وطريقة لإنتاج أعمال أصيلة وأفكار متميزة وخلاقة في كل المجالات وتكون تامة التكوين وترقى إلى التفرد والتميز استخلص من الفقرة السابقة سمة من سمات الشخصية الإبداعية الفقرة دي بتتكلم عن إنهما بيتسم بالزكاء المرتفع ولا تلتزم بالمنهج العلمي ولا تتسم حلوله بالحداثة والجدة ولا يفكر في قضايا ومشكلات شديدة إرى كده قدرة خاصة متميزة لمواجهة الموقف البيئي وطريقة لإنتاج أعمال أصيلة كلمة أصيل يعني فريد محدش يوصل له غيره متميزة خلاقة يعني جديدة وبالتالي الإجابة الصحيحة نيتتسم حلوله بالحداثة والجدة يعني حلوله مشكلات بتبقى حديثة وجديدة محدش وصل الله أعمل السؤال اللي بعده بيقول ده سؤال مقالي يرى بعض علماء النفس أن أصحاب هذه الشخصية يتميز بعدم السبات العاطفي والسطحية في المفعلات وعدم القدرة على إقامة علاقات سبتة لمدة طويلة نظرا لعدم قدرتي على المثابرة ونفاذ الصبر السريع تعكس العبارة السابقة أحد دمزق الشخصية دلل عليها اسفلت لك السنة في السنة عامة بس كان جاي اختيار أنا عملته مقالي بطريقة جديدة هو كان حاطت شخصيات انت تختار منها مين بقى من الشخصيات اللي هو ما عنده السبات عاطفي وسطحية ذكرت فين السطحية دي نفعتهم سطحية ومتقلبين زي الأطفال الصغيرين وما يضار شي يستمر في العلاقة بيتقلب من حالة لحالة يبقى الإجابة دي الشخصية الهيستيرية آخر سؤال عندنا في حصة اليوم برضو سؤال مقالي يقول بعض علماء نفس عن هذه الشخصية وده برضو جايز سنوية العامة السنة في السنة بس برضو كان جاي اختيار من المتعد بس نحط مقالي بترقى جديدة يقول عنها علماء النفس هو الشر على الأرض وهو الشيطان في صورة إنسان وهو التكسيد الحي لكل القيم والمعاني الهابطة والصياء وهو راعي الظلم وأحام الرزيب استخلص من العبارة السابقة أحد نمازك الشخصية أظن مش محتاجة أقول لك المواصفات دي بتاعتني ها الشخصية غيوة الشخصية السايكوباتية بكده نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم نتمنى يا رب نكون قدمنا محتوى سهل جيد بسيط يفيدك في دراستك ويفيدك في حياتك والتعرف على الشخصيات المختلفة وكيفية التعامل حتى نلتقي الأسبوع القادم في حصة جديدة نترككم في رعاية الله وأمنه كان معكم أستاذ محمد عمار موجه أول مادة علم النفس والاجتماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر